موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرة الأخبار من استديوهات قناة سهيل الفضائية نبدأها بالعناوين موسيقى الرئيس العليمي يؤكد أن تداعيات الحرب والعدوان الحوثي يثقل كاهل اليمن على مختلف المستويات موسيقى المملكة العربية السعودية الشقيقة تحتفي بأربعة وتسعين عاما من حكمة القيادة وعظمة الإنجاز موسيقى أستهل النشر بسم الله الرحمن الرحيم أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسية دكتور شاد محمد العليمي تطلع الجمهورية اليمنية وشعبها للعمل مع شعوب العالم لبناء مستقبل يسوده السلام والاستقرار والازدهار جاء ذلك في كلمته أمام قمة المستقبل التي انطلقت يوم أمس بالتزامن مع اجتماعات الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك واستعرض رئيس مجلس القيادة الرئاسي رحلة اليمن المليئة بالمعاناة والتحديات الصعبة التي جلبتها حرب الميليشيا الحوثية الإرهابية خلال العقد الأخير بدعم من النظام الإيراني مخلفة دمارا هائلا في كافة مناحي الحياة وقال العليمين تداعيات الحرب تثقل كاهل اليمن على مختلف المستويات بما في ذلك تعثر الوفاء بالتزاماته المرتبطة بأهداف الألفية والتنمية المستدامة وحيا صمود الشعب وتصميمه على السير نحو مستقبل أفضل أوضح العليمي أن مجلس القيادة الرئاسي يكافح مع الحكومة على ثلاث جبهات تتمثل في مواجهة مشاريع العنف والتطرف والتخلف والعمل على ترميم الآثار الفادحة التي تسببت بها الحرب الحوثية على الواقع المعاش ومواكبة المستقبل قدر الإمكان بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب الجلالة والفخامة والسمو أصحاب المعالي والسعادة الحضور الكرام إنها فرصة ثمينة أن نتحدث إليكم اليوم في هذا الحدث الهام الذي نجدد فيه معا التزامنا المشترك بمبادئ التضامن العالمي والاحترام المتبادل والتعاون الوثيق وهي المبادئ التي تأسست عليها هذه المنظمة السيدات والسادة لقد كانت رحلة اليمن خلال العقد الأخير مليئة بالمعاناة والتحديات الصعبة التي جلبتها حرب الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني مخلفة دماراً هائلاً في كافة مناح الحياة لذلك فإن أولوياتنا قد تبدو مختلفة عن أجندة معظم بلدانكم خصوصاً تلك التي تنعم بالسلام والاستقرار لكن تطلعاتنا واحدة نحو المستقبل الواعد الذي تستحقه شعوبنا جميعاً اليمن هو اليوم أحد أكبر الأزمات الإنسانية في العالم وتثقله تداعيات الحرب على مختلف المستويات بما في ذلك تعثر الوفاء بالتزاماته المرتبطة بأهداف الألفية والتنمية المستدامة لكن وعلى الرغم من تلك التحديات الهائلة يبقى صمود وتصميم الشعب اليمني قوياً وثابتاً في السعي نحو مستقبل أفضل ويعود جزء من أسباب هذا الصمود إلى صمود شعبنا نساءً ورجالًا في مواجهة تلك الميليشيات وإلى الدعم المستمر الذي تتلقاه الحكومة اليمنية من دول تحالف دعم الشرعية بقيالة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وشركائها الإقليميين والدوليين والمنظمات التمويلية المعنية وعلى وجه الخصوص والصندوق والبنك الدوليين السيد الرئيس السيدات والسادة من وسط هذه الصعاب والملمات أود أن نشارككم خبراً ساراً شهده بلدنا مؤخراً حيث تكللت جهودنا بالنجاح في التعاقد مع شركة ستارلينك العالمية لتقديم خدمة الإنترنت الفضائي لمواطنين ليصبح اليمن من الدول الرائدة في المنطقة بالتعامل مع هذه الخدمة التي نراهن عليها في تعجيز تبادل المعلومات والمعرفة وتمكين الفتيات والفتيان من الالتحاق بالتعليم عن بعد وحمايتهم من استقطاب جماعات العنف والتنظيمات المتطرفة وقد رأيت مشاركتكم هذا الحدث لنؤكد لكم قوة إرادتنا على مقاومة ظروف الحرب وصناعة الأمل حيث نكافح مع الحكومة على ثلاث جبهات أولاً نواجه مشاريع العنف والتطرف والتخلف القادم من الماضي وثانياً نعمل على ترميم الآثار الفادحة التي تسببت بها الحرب على واقعنا المعاش وثالثاً نسعى إلى مواكبة المستقبل قدر الإمكان لأننا نؤمن بأن الأجيال التي ولدت في ظروف الصراع سيكون من حقها أن تكبر مع فرص أفضل للسلام والإزدهار والتنمية إننا اليوم نشارك في قمة المستقبل ولدينا طموحات لإثبات أنه بدعمكم وتشجيعكم يمكن للدول التي تعيش حروباً وهشاشة مؤسسية مواكبة التقدم العالمي طالما توافرت الإرادة والتفكير الخلاق من أجل اللحاق بالركب ومن جانبنا يعمل مجلس القيادة الرئاسي مع الحكومة منذ عامين على مواكبة أجندة قمة المستقبل سواء على صعيد تعزيز دور المعادلة التكنولوجي في البلاد كحق محقوق الإنسان أو من خلال تمكين المرأة والشباب الذين أطلقنا من أجلهم برنامج طموحاً لتطوير القدرات في العاصمة الموقعة عدن كما عقدنا في مدينة تعز مؤتمراً موسعاً في هذا السياق وعلى الرغم من وطأة الحرب تجسد نكبة الحادي والعشرين من سبتمبر منظومة متكاملة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وأقصى ما يمكن أن يصل إليه الإرهاب الطائفي السلالي الإمامي من فضائع وشرور بحق المجتمعات البشرية نتابع أكثر من ثلث سكان اليمن ليس بيوسعهم تدبير وجبة واحدة من قوت يومهم وغالبيتهم في مناطق سيطرة الحوثيين ويعاني الملايين في المحافظات المحتلة حوثياً من عدم الأمن الغذائي وفرص العمل والدخل بينما مئات الآلاف من موظفي القطاع العام تنهب الماليشيا للسنة التاسعة مرتبتهم بينما يتهدد شبح الإفلاس شركات القطاع الخاص والعام والمختلط والمنوك التجارية ووكالات الاستيراد وكل مراكز البيع والشراء في السوق المحلية وازدهرت في سنوات النكبة الأسواق السوداء التي تشتر عبرها ماليشيا الحوثي بالأزمات المفتعلة في الوقود والغذاء وأغرقت ماليشيا النكبة السوق المحلية بالأدوية المهربة والمزورة والمبيدات الكيموية الفتاكة والمخدرات الإيرانية الرخيصة وارتبطت النكبة بظاهرة غير معهودة في المجتمع اليمنية هي جرائم العنف الأسرية والقتل القرابة التي تواكبت مع مخرجات دوارات الحوثيين الصيفية وهناك في سجون الإرهابيين الحوثيين يقبع منذ بداية النكبة ألوف من المدنيين المختطفين ولكثرة أعدادهم استحدثت سجون في بدرومات منزلية ومخازن بضائع ومعدات وخارج القطبان لا تبدو حياة الناس بأفضل من منهم داخلها اذ كبلت ماليشيا النكبة حركة المجتمع بقيود حظر الرأي والتعبير وصدرت الحقوق ومنعت المطالبة بها وقمعت الحريات وانتهكت الحرمات والخصوصية الشخصية ولتزال جرائم القصف والألغام تحصد أرواح الأبرياء ليكون اليمن في عهد النكبة المشؤومة في صدارة بلدان العالم التي يستحل فيها العيش وتنعدم فرصه أكدت منظمات أممية ارتفاع عدد حالات الإصابة بالكوريرا في اليمن إلى قرابة 184 ألف حالة إصابة وأكثر من 600 حالة وفاة مرتبطة بالمرض منذ مطلع العام الجاري وقالت منظمات أممية بينها الصحة العالمية واليونسف في بيان مشترك إنما بين يناير وسبتمبر 2024 تم الإبلاغ عن 183 ألف و702 حالة مشتبهة بإصابتها بالكوريرا والإسهال المائي الحاد في عموم اليمن والإبلاغ عن 629 حالة وفاة مرتبطة بالمرض وتفاقمت حدة انتشار الأوبئة والأمراض منذ انقلاب ميليشيا الإرهاب الحوثية في نكبة 21 سبتمبر 2014 بسبب تدميرها لمنظومة القطاع الصحي على كافة المستويات كلما اقترب يوم السادس والعشرين من سبتمبر سيطر الرعب على جماعة الكهنوت الحوثية وتفاقمت حالة سعارها وسقطت عنها مساحيق التقية وبدى قبحها شاخصا للعيان نتابع لأنهم يعرفون أنفسهم وما خفي من أهدافهم يدرك زعاماء العصابة الحوثية أن كل هتاف سبتمبري صيحة عليهم وما أراد التغطية عليه بأكاذيبهم عن كونهم لا يعادون ثورة السادس والعشرين إن كشف زيفه لدى اليمنيين لتتأكد الحقيقة التي أعلنها الأحرار من أول يوم بأن الحادي والعشرين نقيض السادس والعشرين والنقيضان لا يجتمعان ولأن النكبة نقيض الثورة ينقض غربان النكبة على كل صوت يتغنى بالثورة متوهمين أن يدى البطش ستلجم أفواه الحرية وأن سلاح النكبة سيهزم عنفوان الثورة وأن القادمين من غبار التاريخ بإمكانهم إلغاء مبتدأ التاريخ اليمني الحديث يوم السادس والعشرين العصي على الإلغاء بعد أن مهره اليمنيون بتضحيات معمدة بالدماء فتجدر في قلوبهم وعقولهم إلى درجة لا يفهمها من لا يستخدمون عقولهم بعد أن سلموها لمن يزعمون أنه سيدهم ولا يشعر بها من لا تنبض قلوبهم بعد أن تحولوا جلادين بيد الحوثي يعذب بهم شعبهم يخبط الحوتيون يمينا وشمالا ويختطفون كل من يدعو للإحتفال بثورة السادس والعشرين ولأنهم يعيشون الوهم فلن توقظهم سوى الحقيقة حقيقة أنهم عاجزون عن اختطاف الشعب كله لأن الشعب كله يحتفي بالسادس والعشرين ووفق حقائق التاريخ فإن الشعب أبقى ولحريته وثورته الخلود فيما سلة المحذوفات المكان الطبيعي لعبودية تتوهم أن تعود قالت عدد من النساء اليمنيات إن نكبة الحادي والعشرين من سبتمبر يوم أسود في تاريخ اليمن ونكبة سلالية سحقت حقوق المرأة التي كفلها الدين والقانون والعادات والتقاليد وأشرنا إلى أن النكبة طالت المختسبات الوطنية التي حققتها المرأة بعد ثورة السادس والعشرين من سبتمبر وحاولت إعادة المرأة إلى قرون التخلف الإمامي نتابع المزيد في الاستطلاع التالي طبعا هي نكبة 21 سبتمبر نحن لا نعترف به نوع اعترافنا وذاكرتنا تحمل 26 سبتمبر أما 21 سبتمبر هذا لا يعنينا هذه الذكرى بالنسبة لنا أليمة وذكرى مليئة بالأحزان ومليئة بالأوجاع التي تتوالى على الشعب اليمني خصوصا المرأة اليمنية المرأة اليمنية نعرف أنه في قانوننا وعرفنا وتقاليدنا المرأة اليمنية لها مكانة ولا خصوصية فأنه يأتي أو تأتي الميليشيات الحوثية بما تقوم به من زج كثير من النساء في السجون وإخفاهنا قصريا هذا جديد على مجتمعنا اليمني وتعاني المرأة اليمنية كثير ونعرف أسماء وناشطات وإعلاميات وحقوقيات وحتى شخصيات عادية من النساء اليمنيات هنا الآن يقبعن في سجون الميليشيات بدون أدنى ذنب فهذه تعتبر جريمة في حق القانون القبل اليمني نحن نعرف أن المرأة اليمنية يكن لها الرجل اليمني كل التقدير والاحترام فهذا جديد علينا تماما نحن قادمون على أيام ذكرى كئيبة جدا على الشعب اليمني ذكرى نكبة 21 سبتمبر هي ذكرى دخول ميليشيا الحوثي الإرهابية ودخولها إلى صنعاء طبعا هذا اليوم يعتبر يوم نكبة عالمية على الشعب اليمني يوم كئيب جدا هذا اليوم سبب في تشتت في قاتل في تعذيب كثير من الأسر بالذات أكثر المتضررين في أتى المرأة اليمنية التي عانت عانت كثير بوجود هذه الميليشيا لا أدري بأي حق يحتفلون بهذه الذكرى في مناطق سيطرة الحوثي هل يحتفلون بقتل وتشتت الأبرياء هل يحتفلون بدمار المرأة اليمنية التي أرجعوها إلى قرون يعني الناس ستقدمون في الدول ونحن نعاني في مناطق سيطرة الحوثي يعني نعاني من تخلف ميليشيا تحمل فكر مناطقي فكر مغلوط تماما فكر يقلل من قيمة المرأة اليمنية يعني لما نقول 21 سبتمبر لا نريد أن نقرن سبتمبر المجيد هذا الاسم الرائد العملاق يعني الذي يحمل معاني الحرية والثورة بنكبة 21 لأنها لا تجتمع هذا شهر شهر الحرية شهر يعني ولدت فيه الثورة اليمنية 26 سبتمبر لكن جاءت هذه النكبة وجاء هذا الانقلاب يعني ليحيك خيوط الظلام والسواد الحالق على المشهد اليمني برمته سواء عن المرأة يعني بالذات أكثر واحدة تأثرت من هذه النكبة نكبة 21 هي المرأة فعلا لأنها فقدت زوجها أو أصبح جريحا أو اختفى أصبح يعني مخفيا قصرا أو مختطفا لدى يعني في سجونها فعني الحال جدا يعني يرثى له بالنسبة للمرأة اليمنية بالذات يعني وذكرى انقلابهم الغاشم سوف تمر علينا في هذا الشهر المجيد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخارجنا من هذا الانقلاب الغاشم بإذن الله ونتمنى اليمن يعني أن تعود أمجاده ويعود كما كان المرأة اليمنية أظن لم تتأثر في أي عهد مضى أو أي سنوات مضت كما تأثرت عند انقلاب أو قياءة أو عند النكبة الحوثية لم نشاهد أبدا انتهاك لحرمة وكرامة المرأة كما نشاهده اليوم في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثية للأسف الشديد يعني نحن كنا المرأة لها مكانتها واحترامها أولا في نظر الدين ثانيا عاداتنا وتقاليدنا اليمنية لكن نشاهد اليوم أن الميليشيات الحوثية نسفت كل هذه القيم وحتى كل شراء الدينية التي تحدد تحدد تعامل مع المرأة والرأفة بها نحن نشاهد اليوم المرأة تضرب وتهان تسجن تعذب للأسف تتعرض لفقد أوسرتها بالكامل لا تجد من يعولها تقاسي مرارة الحياة خاصة في المناطق ميليشيات الحوثية تعاني من سوء التعامل هنأ الفريق علي محسن الأحمر الأشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان والحكومة والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الرابع والتسعين وقال الفريق محسن في منشور على حسابه الرسمي في منصة إكس نبارك احتفالات الأشقاء في المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني الرابع والتسعين يوم الوحدة والتوحيد وإعلاء راية التوحيد ويوم بالبداية والانطلاق حتى الوصول إلى الصدار أوضح الفريق الأحمر أن هذه المناسبة تبرز لنا ما يمكن أن تصنعه إرادة القيادة وتلاحم الشعب ووحدة الأرض والإنسان حيث تتظافر جميعها لتنتج مستقبلا مبهرا له بصمته المميزة على مستوى العالم وعلى مختلف الأصعدة وأضاف كل عام وأرض الحرمين في خير وكل عام والمملكة نعم السند لبلدنا وشعبنا اليمني وأمتنا العربية والإسلامية في يومها الوطني الرابع والتسعين تمضي المملكة العربية السعودية بخطة واثقة قدما على مختلف الأصعدة الأمر الذي يجعل منها قوة وازنة ودولة جاذبة وتجربة ملهمة مزيد من المقاربة في التقرير التالي المملكة العربية السعودية اسم يرادف عظمة الإنجاز ويحمل دلالة التوحد بعضتهم في صحراء التمزق والشتات ويشير لحنكة المؤسس وحكمة القيادات ففي التاسع عشر من سبتمبر ألف وتسعمائة واثنين وثلاثين أصدر الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود أمرا بالإعلان عن توحيد البلاد وتسميتها باسم المملكة العربية السعودية اعتبارا من الثالث والعشرين من سبتمبر ليصبح اليوم الوطني يوم ميلاد الوطن السعودي الناظم لجميع الفئات في جغرافيته مترامية الأطراف المعتز بتاريخه الذي جاء التوحيد ليستعلي بأبنائه عن كل خلاف التوقف أمام يوم الثالث والعشرين من سبتمبر باعتباره يوم الميلاد الفعلي لاسم المملكة يوجب التوقف أمام رحلة ومرحلة طويلة من مخاضي الميلاد وتضحياته وهي تضحيات لا يدركها سوى من يعلم الحالة التي كانت تعيشها البلاد قبل مرحلة توحيدها على يد المؤسس ويكتمل الإدراك بالمقارنة الكاشفة المتتبعة لسير المملكة التي انتغلت من لحظة الميلاد على يد المؤسسين إلى قلب التأثير في الأحداث التي تتجاوز الأحداث الداخلية إلى الأحداث الإقليمية والدولية لتصبح المملكة خلال فترة وجيزة شوكة الميزان والدولة الوزنة في معادلة الحدث وهي مكانة ما كان للسعودية أن تتصدر فيها الصفوف بدون إيلاء الداخل السعودي الأولوية ابتداء حيث القفزة الهائلة وإنجازات التنمية ومنافسة الدول المتقدمة والأمن والاستقرار الحاضر في تفاصيل الحياة ومع تضحيات التأسيس والإنجازات التي تلته لعقود وواقع التنمية والإزدهار اليوم تمضي المملكة وفق رؤية 2030 نحو مستقبل يحقق تطلعات السعوديين ومع السعوديين يتطلع العرب والمسلمون نحو بلاد الحرمين لتبقى بثقلها الديني والاقتصادي وحنكة قرارها السياسي متصدرة قضايا الأمة التي تحتفي اليوم مع السعودية بعيدها الوطني قال وزير الداخلية لواء الركن إبراهيم حيدان إن عظمة الإنجاز التاريخي لثورة السادس والعشرين من سبتمبر عام 1962 تجسدت بنجاحها في إحداث تحول جذري في حياة اليمنيين أوضح وزير الداخلية في حديث لوكالة سبا أن ثورة السادس والعشرين من سبتمبر الخاردة مثلت ميلادا جديدا لليمن واليمنيين ونقلت الشعب من الظلام والتخلف والجهل والاستبداد والطغيان والعنصرية والطبقية إلى النور والحرية والتعليم والتقدم والتنمية والازدهار والمواساة والمساواة والتعددية السياسية أشار وزير الداخلية إلى أن الانقلاب الحوثي سار على خطى الإمامة في تعطيل الحياة وحرمان الشعب من حقوقه ونهب وسرقة إرادات الدولة ومقدراتها العسكرية والاقتصادية وتفجير الحروب ضد أبناء الشعب اليمني ونشر الفوضى والدمار والتحالف والتخلف والتنسيق مع الجماعات المتطرفة وعظفات وما في التهريب الإيرانية لإغراق اليمن والمنطقة بالحشيش والمخدرات وتهريب الأسلحة وشدد وزير الداخلية على دور الأجهزة الأمنية في حماية إرث الثورة المجيدة ومكتسبات الجمهورية ومواجهة مخططات الإرهاب الحوثي للأسبوع الثاني على التوالي تواصل شعبة التوجيه المعنوي بمحور تعز تنفيذ برنامج الطابور الصباحي في أوساط طلاب مدارس مدينة تعز وتأتي هذه الفعالية بالتعاون مع مكتب التربية والتعليم بالمحافظة وفي إطار مشاركة شعبة التوجيه المعنوي في قيادة محور تعز الاحتفال بأعياد الثورة اليمنية السادس والعشر من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر ويهدف البرنامج الذي نفذ بحضور قيادات عسكرية وأمنية وتربوية إلى تعميق الثقافة الوطنية في أوساط طلاب المدارس وترسيخ قيم الولاء الوطني وأهداف ومبادئ ثورة السادس والعشر من سبتمبر وربع عشر من أكتوبر وإبراز دور الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وما يقدمانه من تضحيات دفاعا عن تعز ضد ميليشيا الإرهاب الحوثية كما يهدف البرنامج إلى التعريف بالتاريخ الدموي للإمامة قديما وحديثا وفكرها العنصري السلالي وحقدها الدفين على اليمنيين وارتباطها الفكري والسياسي بإيران الفارسية اختطفت ميليشيا إيران الحوثية شقيق الكاتب الصحفي محمد دبوان المياحي في مسقط رأسه بمديرية فرع العدين بمحافظة إب وذلك بعد يومين من اختطاف شقيقه محمد من منزله بصنعاه ونقل للمصدر اللاين عن مصدر مطلع قوله إن مسلحين تابعين لميليشيا إيران الحوثية داهموا قرية المياحي بمنطقة الأهمول عصر أمس واقتادوا شقيقه إلى جهة مجهولة وشر المصدر إلى أن مصير شقيق المياحي ما يزال مجهولا حتى الآن وكانت عناصر حوثية داهمت في وقت سابق شقة الكاتب الصحفي محمد دبوان المياحي في صنعاه واقتادته إلى جهة مجهولة وذلك عقب نشره منشورا على حسابه بمنصة فيسبوك ينتقد زعيم التمرد والإرهاب الحوثية واحتفال الميليشيا بذكر اشتياحها لصنعاه في 21 سبتمبر 2014 دشن الدائرة الطلاب بالتجمع اليمن للإصلاح بمحافظة البيضاء الدورية الرياضية الأول في كرة القدم لشباب المحافظة المتواجدين في محافظة مأرب والذي يقام احتفاء بذكر الأعياد الوطنية سبتمبر وأكتوبر وبذكر الرابعة والثلاثين تأسيس حزب الإصلاح ويضم الدور الرياضي 12 فريقا وزعينة على أربع مجموعات واستمر لمدة عشرين يوما وسيتخلله عدد من الأنشطة التوعوية والثقافية والتربوية الهادفة التي تسهم في بناء وتأهيل الشباب ألقيت في حفل التدشين كلمات أشارت إلى أن الدوري يأتي في إطار الاهتمام الذي يريه الإصلاح بشريحة الشباب والطلاب منطلقا في ذلك من واجبه في بناء الوطن ومشيرة إلى أن الدوري يعد فرصة للمشاركين في إبراز مهارات من الرياضية وصقلها والارتقاء بها وضع محافظ محافظة تعز نبيل شمسان يوم أمس حجر الأساس لمشروعي طريق التربة هيجة العبد ومشروع طريق النشمة حوبان قدس مطران بتمويل حكومي عبر وزارة الأشغال العامة والطرق وقال المحافظ شمسان أن هذه المشاريع تعد ثمرة لزيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد محمد العليمي وتوجيهاته بتنفيذها ابتداء من طريق تعز التربة وصولا إلى هيجة العبد مشيرا إلى أن هناك عدد من المشاريع سيتم تنفيذها في مجال الطرقات ومختلف مجالات التنمية تواصلوا تعازي اليوم احتفالتها بأعياد ثورتي سبتمبر وإكتوبر المجيدتين تم اليوم تدشين الاحتفالات أيضا للمرة الثانية في مدرسة الشهيدة نعمارة سام واليوم ندشين وبتوقيات من فخامة الأخي الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئيس الرئاسي باستكمال طريق تعز التربة وصولا إلى هيجة العبد وأيضا سيتم إعادة تاهيل طريق النشمة قدس بالإضافة إلى مشاريع أخرى متعددة تأتي تنفيذا للمشاريع التي تم وضع حقر الأساس لها عند زيارته التاريخية مع الوفد المرافق له لمحافظة تعز تمنيتنا لهذا الطريق ولصندوق صيانة الطرق بقيادة المهندس معين الماس كل التوفيق والنقاح ونشكر لهم كل قهودهم وأيضا الشكر موصول لمعالي الأخ وزير الأشغال والطرق ودولة الأخرى رئيس بقليسة المزراء على اهتمامين بالمحافظة ونتمنى أن ترى الطريق طبعا سابدا فيها بشكل عاقل جدا والأمور ستتواصل وستعبد الطرق ونحن بانتظار البدء أيضا بالطريق الرابط بين المركز إلى اللحج سيكون هذا الطريق هو شريع الحياة الذي يربط المحافظة بشكل كامل شكرا لكم اليوم مديرات الشمائتين تحتفل بأعيادة ثورة المقيدة 26 ستمبر والرابع عشر من أكتوبر والثلاثين من أفنبر وكذلك أعيد في تنفيذ مشاريع تنموية حيوية ومثلثا في استراح طريق التربة هي تلعب وهذا يعتبر إنقاذ كبير لمديرات الشمائتين وكمان أتقدم الشكر التقديري لك محافظة المحافظة ومدير الأشغال بالطرق وزير الأسلال بالطرق من التنمية نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة وعود إلى أهم عناوينها الرئيس العليمي يؤكد أن تداعيات الحرب والعدوان الحوثي يثقل كاهل اليمن على مختلف المستويات المملكة العربية السعودية الشقيقة تحتفي بأربعة وتسعين عاما من حكمة القيادة وعظمة الإنجاز للمزيد يمكنكم متابعة موقعنا على الانترنت سهيل دوت نتو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتويتر ومنصة إكس واليوتيوب والتليجرام وعلى قناة سهيل في الواتساب في أمان الله